وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا إِلَيْهُمِّ الْدِينِ أَمَّا قَدْ أَيُّهَا الْنَّاسِ إِتَّكُمْ قَعَ تَعْلَى أَشْكُرُوا أَلَى مَا أَمَنَّ بِهِ عَلَيْكُمْ مِنْ إِقْمَالِ شَهْرِ السِّيَامِ وَسَأَلُوا أَنْ يَتَقْبَلَ مِنْكُمْ أَكْتَقْتُمُوا فِي مِنَ السِّيَامِ وَالْمِيَامِ وَإِنَّهُ يَقْسِلْ لَكُمْ مَا أَسَلَ مِنْكُمْ لِلتَقْسِيرِ الْأَوْدِرَامِ وَالَمُوا أَنْ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عِيْدِ يَفْرَغْ فِي الْمُؤْمِنُونَ بِمَا أَمَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلِهِمْ مِنْ إِقْمَالِ السِّيَامِهِمْ وَكِيَامِهِمْ وَتَمْتِيلِهِمْ مِنْ إِقْتِنَامِ فَطَقِيلِهِ وَشُّكُلْ أَوْكَابِ إِبْتَعَادُوا الْقُرْغَاتِ فَإِنَّ الْفَرَعَ بِذَلِكُ وَالْفَرَغْ مُشْرُهُ وَأَمَّا الْفَرْغُ بِلَيْلِ شَهْوَاتِ الْفَانِيَةِ وَالْحُسُولِ هَلَى الْمَطْعَامِ الْعَادِلَةِ فَوَصَرَهُ مَجْمُومُ وَغَيْرُ مَشْرُومُ قُلْ بِفَضْرِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلِيَفْرَهُ هو حيرٌ مما ينمعه فهذا اليوم فهذا اليوم يوم شكر وذكر وأكل وشرح وفطر يحرم صومه لما في صومه من الحلاج عبدية فن الله عز وجل ومكالفة أمره عيس شغال افطار عيس شغال افطار فيه فإنه مما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال له يومان يلعبون فيهما فقال إن الله قد أبدأ لكم يومين خيرا منهما يوم الزكر ويوم الضهر فأبدأ لله هذه الأمة في يوم اللعب واللعب يوم الذكر والشكر والمكسة والعفو ففي الدنيا المؤمنين ثلاثة عيات كل عيد منها يأتي بعد استكمال عبادة من العبادات العديمة في الإسلام فعيد يتقرر كل أسبوع وهو يوم الجمعة وهو إيد الأسبوع جاء الله سبحانه يأتي بعد استكمال سلوات المكتوبات في الأسبوع فإن الله عز وجل فرط على المسلمين في كل يوم وليلة خمس سلوات فإن استكمل المسلمون سلوات الأسبوع جاء يوم الجبعة الذي جاء له الله عيدا للأسبوع وشراء فيه سلوات عديمة يجتمع لها المسلمون وأسبقها خطبات تتملان على الحمد الله وسلع عليه والشهادة له بالوحدانية ولنفيه الرسالة وأشمل وأجتملان على الوعز والتذكير كما أن يوم الجمعة هو اليوم الذي حكمل فيه الخلق وفيه يغلق آدم وإذكل الجنة وخرج منها وفيه لكم مساح وتاته الدنيا فهو اليوم يتمل فيه قصائص ويجتمل ألاف غير وكسكس بهذه الأمة وأضل عنه الأمة من قبلها هو عيد لإكمال السلوات المكتوبة التي هو هي الركن الثاني من أردان الإسلام وهي الركن الثاني للإسلام على الشهادتين وعيد يدفت المبارك يأتي بأدى استكمال شامل رضان المبارك الذي يجعله الله الركن الثاني من أردان الإسلام بعدما سكم المسلمون سيام شهر المفروض عليهم والزوجب من الله المغفرة ونذك من النار فإن سيامه يكفر الله به ما مضى من الزنوب وأخير أعيدكم من النار ونمسك ملوشر الله تعالى أقبه إذا يتمئون فيه على شكر الله وذكره وتبيره على ما هذا هو الله له وهو يوم اليوائز يسوفي في سايمون الرساني ورجعوا إلى أبو المغفرة ورثمان إباد الله ومن أعلم ما شاء الله في هذا اليوم صلاة العيد والدليل على مشروفية الكتاب والسنة وإجمعوا المسلمين وقال تعالى والأبناء من تذكى والبقرس مرقلي فصلنا قال بعض علماء تذكى أي أخرج صداقة الفقر وصلنا أتى سلاة العيد وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليها حتى النساء يخرج لها ببيوته يا شهدنا الخير ودعوة المسلمين أهلكم أهدية للدعانة كنا نعلم أرآة تخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خطرها وحتى تخرج الحوية فيكون خلف النساء فيقدمنا تقليلتهم ويدعونا بدعائهم يرجونا بركة ذلك اليوم وطراته فالقرود يا سلاة العيد على هذا النغة المشهود من الجميع في إظهار الإشاة للإسلام فسلاة العيد من علام الدين الزاية لو ترمى أهل بلد المسلمين شروط قابل فيه وجعل إباق المسلمين الكتاب وينبكي أن تؤتى سلاة العيد في سلاة قريبة من الملد كما قالت نبيو شل الله وعلى وسلم وسلم أخاري الملد كانت نبيو شل الله وعلى وسلم وسلم أخاري الملد ولم يبقى أنه وصلنا في المسجد لغير عز لأن في أدايا أخاري الملد إظهار لحيبة المسلمين وإلانة إشعار الإسلام ولحسول الحجر للمسلمين ولتمتين العدد الكبير من حضورها إلى غير ذلك من المسالح والحكمة فهي مزهر من مزايا الإسلام لا يبقى المسلمين أن يتمازل عن حضورها وين هذه الأجمعات المسلمين والعيد الثالث من أعيات الإسلام التي شرع الله إذ نظهر وينبر الأعيات الإسلامية وأفضلها شرعه الله بعد إقبال الحج من أعيات الإسلام ومبارد الإسلام وهكذا نجمع العيات الإسلامية ساعة إبازة استخدام الإنسان والشافية أرواه من الطعام شكرا لله إسلام على توفيقيه وليس من إسلام عيات قيد هذا السلام لا عيات المولد ولا عيات الوطنية ولا عيات الذكريات والأتاس والإنتصار والإسلام وإنما القلال لله إقامة ذكر الله والبقيد إلى وشكرا للإقناة الإسلامية والتقرب إلىه بغضل الصدقات والإقامة الثالث وأعلم أنه ليس سعيد من أطلق العيدة وجمال الأهيبة للإمجاز الجديد والعبطة إلى الأتلاك وأطلق لسانه بالمزاه والبحث وكسرت الكلام وإنما سعيد من تقبل الله سيامه وقيامه وقفر الظلوبة وإجامة ولقاء وصلى صلاة قيله كتاب السيام ورمضان المسلم جاهزة رديو الكرام إبادة الله تذكروا من صلى معكم في مثل هذا اليوم من الأوام المادية من آبائكم وقبائكم وإخوانكم المسلمين مما رحبوا أن عادي الدنيا ولم يستخدموا منها سوى ما قدموه من عمال وتركوا الدور والقسور والأموال لم تمنعهم من الموت أموال ولا الحضور ولا ينفعون من الله معنو ولا بانون إلا معنى الله بقلبه سليم فلا تذكرونكم الحياة الدنيا ولا تذكرونكم بالله الغروح ولا ما تعونا بهذا اليوم من مزاير الزينة فإن الزينة الحقيقية زينة التقوى قالت هذا يا بني هذا ما قد أنظرنا عليكم لبعض أن يواري سواهاتكم موريشا ولبعض التقوى بالخير لا تذكرون السليل إلى أدينة الناس ومعيد فقال حسنونا إلا فيها فتبلا وتهمني أكلوا بجودوا بدا وما أقلوا بما ينفعون سيوم يسك فقال إن كان هذا التقوى بالمسيام فما هذا فعل الشاكري وإن كانوا لم يتقبل بالمسيام فما هذا فعل الشاكري فاتروا الله وساكروا حسنونا عليكم وانجاة عليكم وخدمها عليكم وحضورها عليكم فتزوروا بتقوى للسفر البعيد وستقبلوا بإتمائكم هذا الاتباع الأكبر على أدينة الناس وذلك يوم مشهود وما نحصل إلى أجل معدود يوم ياتداء أكلم نصل إلى بإذنه فمنه شكي وسعيد فأمر الذي شكوه في النار أو فيها ذا فتن وشهيد خالدين فيها ما دامت السماوات والأر إلا ما شاء ربك إلا ربك فحادي مغلق وما الذين سعيدوا فمن جلد خالدين فيها ما دامت السماوات والأر إلا ما شاء ربك عطانا كيدا مجدود بارك الله ولكم في القرآن العظيم ونبعنا بما فيه من الآية وذكر العظيم وفي حديث نبيه القديم أقول أولياء فأسفر الله ربما جليل من قرآك ولزايد المسلمين من قدام مما سفروا إنه هو البسور الرحيم الله أكبر سعيدوا لطفة سيطران الملكين ثم نقلوا في الخاتم حتى سلام على جسمه وعواسره وصفحه 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 صلى الله عبرك الله سنو الخالقين وأشعر أن لا إله إلا الله أدوه لا شريكة مكلس له الدين وأشعر أن محمد العبده ورسوله المبعوذ رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وصفحه وطارعين لأم بيسان إلى يوم الدين وسلم تسليم كثيرا أما بعد أيها الناس تتكون الله تعالى وفكروا على نعمة الإسلام حيث أتاكم إليه وجعلكم به خير محملة الأخرية للناس فقوموا بواجباته وتقنبوا ما يقالفوا ناغده وتمسكوا به تكونوا من المسرعين ولا تبقوا دين غيره فتكونوا من الحالقين ومن يختطي غير الإسلام دين فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وانظروا إلى الممم من حولكم وما تعيشوا فيه من جاهلات مراء وطبالات عمياء وديارات بارة وملايب متعرفة وإذبيات متطاهلة وطوائف متناهلة وصدق الله سبحانه إذ يقول فإن آمنوا من مثل ما أعطبه فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاك فسأكذيك الموضاء ووسمعوا لني ثم أعلموا يا عباد الله إن الإسلام ليس من تسمي والإنزام من غير إزام الإحلام وفي آمن الغاجبات وفي آمن المنزلات إن الإسلام أركانه وشعائه وسنانه فهو يشمال عبادة للخارج والإساني للمقلوب فالمسلم من سلم المسلمون فالمسلم متل واجبات وإجتنب المحرمات فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله وقام السلاة وآل الزكاة وصامر بانان ورمضان وحج بيتان لا إلحرام وأمر بمعروف ونعان المنقلوب المسلم من سلم المسلمون من لسانه هذه في ذماء وأنمائهم العالين فاهراروا أسل النفس لتها كأن الله قاسلها كتابها واهراروا آلية المسلمين بأي نوع من أموال هذا على الضوطانة والدليل يدين المبينين والممنات بغير ما اكتشوق فقد احتمال قوتان وإسلام مبينا أيها المسلمون بدوا أبصاركم فإننا نظر سامهم أسفورهم من سيان إبليس جلعوا شوافقا وجلوا الوقوع في الفائشة واحراروا على إسبالك السيان والأذر والسروان فإنما انقال من أسفل القبان ناهدنا فهو في النار وعليكم بالتواضح فإن الله لا يملك المساكدين وألزموا نساءكم بالسد والحجاب والإبتعاد على محاركة الرجال والخبوة والخلبة ما السائق والقدام فإنه ما خرى رمي الأموالكة لا تحيد له إلا كان سالسهم من الشيطان وأفوا بالقيد ولا تكونوا من المسكرين وإنوا بالكساس المستقيم ولا تبطسوا الناس أشعهم ولا تعزوا في الأرض المدفدين واحضروا الغش في بيتكم وشرائكم في بيتكم وشرائكم ومقالاتكم وسائل عمالكم فإن الغش الظلم والظلم الظلمات يوم القيامة واحضروا أكل بشوة وأكل ربا وأكل مقاتين فإننا أميك بايد الظلم وهي أكبر المكاسب الموجبة لدى بالله وهي أعلى ذلك وناك ويحسنكم ومعكم تدمر المجتمعات وتقضي على الفضائل والحسنات فاتقوا الله إباة الله وأعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث الرحمن صلى الله عليه وسلم وشرفت وردوا الله عن المتلفاء الغشتين أبي بكر وعمر وإطمان وعلي وعن صحابة أجمعين اللهم أعيز الإسلام والمسلمين الله أعز الإسلام والمسلمين وأذن للشركة والمشركين وتنفل عداك 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 الله مجر حانا البلد العامنا مطمئنا وسائل بلاد المسلمين يا رب العالمين الله أكبر الله